شاهد تعطي انطباعا مغلوطا على ما يجب أن يكون عليه الحال في ضل الأزمة الصحية بالمغرب فرغم الجهود المبدولة من طرف السلطات لمحاصرة انتشار فيروس كورونا لازال بعض المواطنين غير واعين بخطورة الأمر ويمارسون حياتهم بشكل طبيعي النموذج من أحد الأسواق بحي سيدمومن بالدار البيضاء باعة المتجولون ومواطنون غير مبالين بالتدابير الوقائية الواجب اتخاذها للحد من انتقال العدوى من جهتهم يقول الباعة المتجولون أنهم مشبورون على خرق حالة الطوارئ لأنهم يعتمدون في كسب قوتهم اليومي على ما يجنونه من عرض سلعهم أمام المارة ويطلبون من الجهات المعنية إيجاد حل لوضعيتهم سلوكات تتنافى وتدابير الاحترازية اللازم تتبعها في هذه المرحلة الحرجة خاصة أن جهة الدار البيضاء تتصدر المركز الأول من حيث عدد الإصابات ما يلزم على ساكنتها التحلي بأعلى درجات الحيطة والحذر شكرا للمشاهدة